وحيدة للأسرة يعني كلمة مختصرة حقيقة تتمثل بأنه الإنسان أهم شيء عندنا في الحياة وفراد الأسرة هم مكون مهم ككل فرد بحد ذاته يعني لذا أنا أعتقد عملية الإهمال وعدم الاكتراث وعدم التدخل في قضايا ممكن تهم سلامة الأسرة أي فرد من الأسرة مثلا حقيقة أحيانا نخفي حقيقة معينة في قضية سلامة الأسرة والطفل مثلا الطفل كان يستخدم السيارة أو يفتح شباك بطريقة خطأ فطبعا المرافق سواء أخته أو أخوه أو شيء ما يبلغ ولا يقوم السلوك الخاطئ ثلاثة أربعة كلامي موجه للمرأة وأنه هي العمود الأساسي في البيت وتكلمت عن بعض الأمور السلبية التي تتقى بالسيارة أحيانا الأم تسمح لابنها الرضيع أنه يحطه الأب أثناء قيادة السيارة يحطه بينه وبينه اللي هو مقود السيارة ويسوق فيه طبعا أنا أقول أنه الطفل الآن أصبح عبارة عن وسادة هوائية أمام قاعدة السيارة أو قاعدة مركبة لأنه إذا وقع لا أقدر الله أي حادث هو اللي راح يحول بينه وبين الاستدام ما بينه وبين مقدمة السيارة هو مقود السيارة هذه أحد المشاكل اللي أنا لاحظها دائما كذلك خروج بعض الأطفال من فتحة السقف أو خروج الشباك حوادث كثيرة يعني أنا ما أبغى ذكرها لكن مع الأسف وقعت سقوط بعض الأطفال من شباك لنافذة المركبة بعضهم يصيب بالاختناق لأنه أثناء خروجه خاصة الأب والأم مقدمة السيارة والطفل مخلين على راحتهم في المرتبة الخلفية ففتح النافذة السيارة وتحكم فيها أحيانا أنه يفتح النافذة ويخرج رأسه أحيانا يضغط على زر الفتح والإقفال بطريقة غير مقصودة